استطاعت مملكة البحرين بالتزام وواعي أبنائها الحفاظ على استقرار عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا نعم هذا الاستقرار هو نتيجة للارتفاع الملحوظ في أعداد الفحوصات والانخفاض المسجل في نسب الحالات القائمة الجديدة من الفحوصات اليومية بجانب الإقبال الكبير والمتواصل على تلقي تطعيم لا سيما الجرعات التنشيطية في الوقت الذي تسجل فيه العديد من دول العالم ارتفاعا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا كوفيد-19 إلا أن مملكة البحرين بفضل من الله وبقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفريق البحرين الواحد والتزام أبناء المجتمع الذي دائما ما يعول على وعيه استطاعت البحرين وبتكاتف الجميع المحافظة على استقرار أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا وهذا ما تشير إليه لغة الأرقام هذا الاستقرار الذي تعيشه الحالات اليومية نتاج للارتفاع الملحوظ في أعداد الفحوصات التي تجرى على أرض المملكة والتي وصلت إلى ما يقارب عشرين ألف فحص يقابله انخفاض في نسب الحالات القائمة الجديدة من الفحوصات اليومية والتي بلغت صفر فصل اثنين وعشرين مئة في المئة هذا بالإضافة إلى الإقبال المتواصل من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيمات بجرعاتها وخاصة التنشيطية منها حيث سجلت أكثر من ستمائة وتسعة وسبعين ألف شخص وبالتزامن مع احتفالات المملكة بأعيادها المجيدة يبقى الوعي المجتمعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضرورة ملحة في جميع الأوقات والظروف ولا سيما في الأيام الجارية وذلك في سبيل أن تعم الصحة والسلامة لجميع قاطني مملكة البحرين وتجنب ارتفاع أعداد الحالات والحفاظ على ما تحقق من إنجازات صحية في ملف بكافحة فيروس كوفيد-19 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر